فيديو عن موبايلات انا جربتها ومستحيل انساها. هخلني الفيديو ده مخصص. خمس موبايلات منهم. وده ام شوية. افكرت بهم. وخمس موبايلات السنة دي احنا شفناهم وانا حابب اوسق اللحزة دي. حابب احط الخمس موبايلات دول في الزاكرة بتاعتي او في النوت بتاعتي لافضل موبايلات. انا جربتها ومستحيل انساها. فقبل ما اقول لك اي حاجة على طول كده ما تنساش واتفعل زرارة الجرس عشان يوصلك منه دائما كل جديد. وشيرك بيفروك تير جدا في انتشار الفيديو زي ما قلت لك عايزين نوصل مع بعض ان شاء الله متين الف مشترك في عرب وقت. وكمان ما تنساش تابعني عملت لك كل منصات السوشيال ميديا. سيب لك تحت في الديسكروبشن. عند التيك توك انستجرام فيسبوك. كل اللي انت عايزه اتلاقيه تحت في الديسكروبشن. فخش تابعني بقى. وخصوصا ان احنا يوجو معدي ان شاء الله. هنعمل لايب على تيك توك. هداوب على كل اسئلتكم. خليك نتمعني اول باول كده. لان اللي جاي تهيل ان شاء الله. اما دلوقتي بقى خلا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم. انا محمد وديقارات امك ريفيوز. وخليني ابدالك الاول من خمس موبايلات الجداد اللي موجودين في سنة عشرين وعشرين. حابب ان انا كده احطوهم كذكرى كده. ابدأ ان انا في اخر السنة كده. اكتبهم كده وهطولك الذكرى عندي في النوتة اللي افضل موبايلات انا جربتها ومش هنساها. واول موبايل ده بصراحة اتظلم كتير جدا. لان اول ما اونر لزلته وما سعرتوش بتسعير منطقي. فالموبايل قعد فترة في السوق كده مالوش اي صوت وبعد كده رجع سعره ينزل فجأة انتشر بقى. وبقى من اكتر الموبايلات اللي برشحها مؤخرا لانه القيمة هاي لمقابل السعر هو الموبايل ده انا شايفه من وجه نظري وخصوصا في الوقت الحالي وانا بوسق كده ان ده من احسن موبايلات انا جربتها سعره. الموبايل اتضمان الدول بتاعه من اتناشر الف لاتناشر الف وتمنمية. وكيانك بتاخد موبايل برمعتاشر بخمستاشر. ده انا فيه موبايلات في السعر ده وعيجوا دلوقتي واتكلم عنهم. بيقدموا نفس المعالجة الموجودة في الاونر. بيقدموا شاشة اقل من الشاشة الموجودة في الاونر. المستقر جدا. الشاشة قوية جدا. القرب الستة وتمانية من عشرة انش. الممتازة. اللي اصطعها الف ومئتين نتس. والاهم من الشاشة دي مقاومة الى حد للمال الصدمات. ولكن مش ضد تكسر. لو انت فكرت تكسرها هتتكسر معك. فاخد بالك من النقطة دي. المعالج هنا محترم جدا. مدين استخدام خفيف وسلس وخصوصا الوجه زي مرتبط بتاعة خفيفة. كاميرا اساسية خطيرة ومحترمة. والكاميرا الالترا ويت حلوة جدا. اكتر حاجة طغية في الموبايل ده هي فكرة التصميم الجلد الشياكة. وفكرة ان بطريل خمسة تلاف وتمنمائة مليل انبار بقى. اللي اكمل معاك اليوم مرتاح جدا. ومعاك شعن في المقبول خمسة وتلاتين واط هيسندك. اكبر عيب وجهني في فكرة السماعات الاستيريو. كنت الاول مش متقبلها ان الموبايل ما بيدينيه سماعات استيريو. ولكن لما نزل لتنشر الف جنيه للنسقة الضماني الدولي بداء تتقبله. لان كان الموبايلاات اللي بتقندم سماعات استيريو. اجلى بانه بالف وبالفين جنيز. فده هو الموبايل حابب اضيفه لذكريات في عشرين و 24 لعشان لو انت بتشوف الفيديو ده في عشرين خمسة وعشرين في عشرية و 26 تبقى عارف ان الموبايل ده من ضمن الموبايلات اللي انا كده اخترتها من سنة عشرين و 24 ان كده من احسن الموبايلات اللي انا جربتها. اما بالذيسبوع تاني موبايل وده نازم يجي بعد الاولر كنت احطه كاول موبايل ولكن حسيت ان الاولر مصدوه شوية وتزوا معي كتير بسبب سعره في حبيت ان انا احطه في المركز الاول. بس التاني الموبايل على طول هو الريلمي تولف برو. الموبايل اللي كنت اختاره كموبايل شخصي وما زلت بحب الموبايل ده جدا واي حد بيسألني ايه احسن موبايل من ريلمي السنة دي انت شفته في الفالمة توسطة بقول ريلمي تولف برو ليه? مش عشان هو اقوى تجربة لا. عشان سعره. الموبايل دلوقتي سعره اربعتاشر تلتمية. في وقت تصوير الفيديو ده للنسخة التمانية من ستة وخمسين. انت بتاخد موبايل طبق الاصل ريلمي تولف برو بلس مع تنازلات بسيطة جدا والريلمي تولف برو بلس بسبعتاشر تلتمية فانت موفر تلات تلاف جنيه. تلات تلاف جنيه ايه بقى اللي انت تاخده يعني في الريلمي تولف برو بلس زيادة عن الريلمي تولف برو هقول لك الكاميرا المية وعشان اكس لات بيريسكوب اللي انا مش محتاجة اصلا صور تلاتة اكس برو تريه هي رهيبة وكل حاجة بس انا معايا برضو في الريلمي تولف برو صور اتنين اكس برو تريه حلوة. المعالج السيبن اس جين تو ولكن السيكس جين وان الموجود في الريلمي تولف برو مش مخليني مفتقد اي حاجة. معالج قوي محترم يعتمد عن اللي اسنين قدام بدون اي مشاكل. فلو انت زي حالاتي ما يهمكش الكاميرا وعايز استخدام يوم سالس كل حاجة موجودة معاك كاميرا اتنين اكس خطيرة. روح للريلمي تولف برو واسيبك خالص من الريلمي تولف بلس. وريلمي تولف برو بلس لان الريلمي تولف برو افضل قيمة من وجهة نظري من ريلمي مقابل السعر لانه بيفكر زي بالزبط. تلات موبايل من السنة دي برضو حابب اضيفه معايا للموبايلات اللي لها اختارها كموبايلات ما تتنسيش هو الاوبو رينو تين برو بلس. واتكلمت على الموبايل ده كتير جدا وليه بحطه في القايمة دي مع انه مش موجود حاليا في السوق لانه في فترة ما نزل لسبعتاشر الف جنيه وكان بيقدم توليفة خطيرة وانا ندمت حرفيا ان انا ما فكرتش اني اشتري الموبايل ده او حتى اجيبه احتفظ به في الوقت ده انا فكرت ان هو عيقعد فترة فكبرت دماغي فقلت واكيد كده موجود في السوق بس فجأة لقيته اختفى طبعا الناس كتير تقاف تتعليه واشتريته فانا ندمت ان انا ما فكرتش في الموبايل ده في وقتها ان انا قدر ان انا جيبه لانه فعلا صفقة راهيبة زي ما قلت لك وتكلمت عنه في موبايلات استثنائية سيب لك الفيديو هنا في الايفو انت بتاخد شاشة خطيرة ابلد الشاشة مئة وعشرين هرتز وان بوينت فايف كي سطعها محترم الف وربعمائة نتس على طبعة حماية قوية بتاخد اداء خطير مش هتلاقي زيه اصلا اصلا في فقط سمعتاشر تمنتاشر الف جنيه دلوقتي معالج سناب دراجون ايد بلاس جين وان معالج خطير وخصوصا لسوفت وير اوب وضهر من الازاز كاميرات خطيرة معاك كاميرا سري اكس اوبتيكال زوم كاميرا الترا ويت كاميرا اساسية هو شبه بالزبط الريل نتول في برو بلس في نقطة الكاميرات فكون ان انت كنت مكلاها موبايل بالمواصفات دي مع شاحن ميت وات موجود معك في العلبة موبايل خطير الصراحة وسماعات ستيريو بصمة ممتازة تحت الشاشة او حاجة فيه بالنسبة لي زي ما قلت البطارية الارمعة تلافة سبعمائة ميلا امبير ولكن قصاد المواصفات اللي الموبايل ده بيقدمها لازم اقول لك الموبايل ده يا باشا من الموبايلات اللي المستحيلة نساها خلاص ده تأيد معي كده مش هنسى الموبايل ده مع عدة السنين اما بالنسبة لاخر موبايلين فهم في نفس الفئة السعرية مع بعض والان اتنين مش هنساهم الانتنين في فئة عشرين واحد وعشرين الف جنيه والان الاتنين بالنسبة لي ممتازين لانهم بيقدموا نفس المعالج السيفن جين سري المعالج الخطير اللي انا حبيته الصراحة كاستخدام يومي معالج فايق ولشت جدا ومعنديش على اي اعتراض لان انا مش جيمر اساسا الاتنين بيقدموا شوعحن خطيرة واحد بيدي لك تمانين واط والتاني بيدي لك ميت واط الاتنين بيدي لك بطاريات ممتازة ولكن الانر بيدي لك بطارية خمسة تلافة ومتين ميلا امبار كمان الاتنين بيدي لك تصاميم محترمة وشكلها اشياكة ولكن تصميم الفيوفو فيه صرت في حتة تانية بالنسبة لاي موبايل تاني ان ده ممكن تشوفه موبايل بغير لون مع عشعة الشمس وكذا وفي نفس الوقت الاتنين بيدي لك كاميرات رهيبة بقى يعني انت عندك في الفيوفو كاميرا اساسية كاميرا التراوية تصوير فيديو خرافي من احسن موبايلات اللي بتادل تصوير فيديو فور كي ولكن اولر بقى لو انت عايز تاخد تصوير بورتري كوي فتروح لونر بقى مع الحاجات اللي عاملنا بالتعاون مع ستيديو هاركورت والفلاة الخرافية اللي بيدي لك في تصوير البورتري فانا بصراحة الموبايل ده عاجبني جدا 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 في نقطة الكاميرات هو ده الموبايل اللي تفوق على فيفو من وجهة نظري ولكن برضو لازلت محتفظ بفيفو وبقول انه من احسن الموبايلات اللي ممكن اختراها فونر فيفو لتاني انتياز الاتنين من احسن الموبايلات دلوقتي ولكن لو تسألني كدف دل شخصي اقول لك ان اونر بيقدم قيمة مقابل السعر اكتر وخصوصا انه معاه ضمان سنة. نلتقل بقى الخمس موبايلات التانيين اللي هم قدام اصلا ولكن ما زلك من الموبايلات اللي ما قدرش انساءها بصراحة. واول موبايل هم موبايلين الصراحة مع بعض في نفس الخانة ام اتنين وخمسين من سنة والا اتنين وخمسين اس. لو انت من الناس اللي امتبعها موبايلات من زمان من سلاتين تلاتة كده هتبقى عصيرك ال اتنين وخمسين اس والام اتنين وخمسين وعرف ان الموبايلات دي كانت رهيبة وخصوصا ان ال اتنين وخمسين اس ده عشرين واحد وعشرين كان سعر اسئل تلاف خمسمين جنيه انت متخيل بقى معالج سناب درجون سبعة سبعة تمانية شاشة امولة مئة وعشرين نهارتس مقترمة جدا 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 تجربة كاميرات خطيرة معك كاميرا اساسية وكاميرا التروية سماعات ستريو مدخل تلاتة ودوصة ميلة او حاجة في كانت البطارية اربعة تلاف وخمسمائة ميلة امبير بس عايز اقول لك ان الموبايل ده بيدعم شاحن اخر خمسة وعشرين واط ومعاش شاحن خمستاشر واط في العلبة قبل ما سامسونج جتشن الشاحن كلها من العلبة والام اتنين وخمسين اولاية كل اهمية عن ال اتنين وخمسين اس لان كان تقريبا الام اتنين وخمسين كان اقل من ستة الاف جنيه ايما كان الاتنين وخمسين اس بس تلاف وخمسمائة جنيه في الوقت ده اللي هو عشرين واحد وعشرين وكان الفروقات ان الام اتنين وخمسين سماعات مون ومشي ستريو زي الاتنين وخمسين اس تجربة كاميراته اقل شوية مع الاحتفاظ بنفس المعالج والكلام الحلو ده عشان كده اللي تندروا بالنسبة لي استثناهات معالج سبعة سبعة تمانية في الوقت ده كل خطير ولا زال الخطير لحد دلوقتي ومن بعدها ما شفتش تعاون من سامسونج وبين كوالكم في الفئة المتوسطة واتمنى اشوف التعاون ده اقرايب جدا تاني وبلاش يتبقى كل موبايلات سامسونج يعني في السوق بمعالجات انجزينوس عايزين نشوف ميدياتك زي مسلا تجربة الاربعة وتلاتين وهكزا يعني الاستثناءات دي الموبايل بقى اللي بعد كده وده حالة خاصة فعلا جدا 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 بالنسباني الموبايل ده انا عايز اقول ان انا حبيت الموبايل ده انا جدته الامراتي هو معها دلوقتي ما زال لحد لان محتفظة بالموبايل ده والموبايل قدامي دلوقتي انا ممكن اجابه لك في الكاميرا وارغوه لك ما زال الموبايل شغال لحد دلوقتي الموبايل ده كان يوما ما بالفين وخمسمائة جنيه بمعالج جي تمانين معاك اربعة جيجا بايت رام مية تمانية وعشرين جيجا زكرة تلزانية شاشة اي باس فول اتش دي بلاس ممتازة والوانها حلوة بصطمعا في الوقت ده ما كانش في لسه تسعين هارتس والكلام ده بس الموبايل خطير خطير وكمان معاك اربع كاميرات انت متخيل بألفين ونص يوما ما وكاميرا اساسية كاميرا كاميرا ماكرو كاميرا العزل اللي انتمع من بدري هيعرف ويعرف ناسه ده كويس لان شاومي في الوقت ده نازلت وراه وعايز اقول لك ان حنجح اكتر بكتير من كانت مشاكل واقل بكتير من طبعا مؤخرا شاومي عندها مشاكل كتير ولكن كان في وقت شاومي انت مطمو تتعامل معها على عكس اللي انت بتسمعه ايوة يوما ما كانت شاومي بتقدم مستقر على عكس اللي بيحصل حاليا فلو انت متابع قديم هتعرف ان شاومي يوما ما او والموبايلات دي كان عز عز شاومي وبما اننا رجعنا لل ففي موبايل نزل بعضه على طول بسنة من سلسلة هو لو انت فاكر الموبايل ده انا نفسي فاكره وما بنساوهش لحد دلوقتي معالج ستمية تمانية وسبعين ايام زمان قبل ما كوالكم تعمل سلسلة سبن جين وان وكذا كانت المعالجات بالمنظر ده كانت ستميات وسبعميات وكذا الى انت شانت وتعملت سلسلة السبن والايت والكده المهم يعني ان الموبايل ده ساعتها اداني خلطة انا لحد دلوقتي من شاومي ما شفتاش عايز اقول لك ان الموبايل ده بشاحن تلاتة وتلاتين واط وبقاله اكتر من تلات سنين الموبايل ده ببطارية خمس تلاف ملا امبير تصميم محترم جدا شاشة اموليد فول اتش دي بلاس والموبايل ده كان بكم اول منيزل كان بتلات تلاف جنيه نقطة ومن اول السطح نيجي بقى لاخر موبايلين في السلسلة موبايلات قديمة انا مستحيل انساها موبايل منهم انا اورغونكو دلوقتي حالا لان انا يعني بسجل عليه الصوت حاليا في الفيديو وموبايل منه كان نفس احتفظ به بس معرفتش هو الريلمي ناين برو بلس من الموبايلات الممتازة لانه لسه متشال من السوق من هرايب انا بتكلم في الفترة اللي كان فيها في حدود التسعة تلاف جنيه انت عندك موبايل بمعالج دايمنستي تسعمائة وعشرين ضهر من الازاز شاحن محترم جدا خطير ومعاك بطارية ممتازة شاشة اول التسعين غير تسترهيبة سطوعها يعتبر كويس ومتماشي لحد دلوقتي في الفئة المتوسطة موبايل بالخلطة الرائبة دي من ريلمي مع بطارية ممتازة مع بصلة تحت الشاشة والكلام ده كله انت دلوقتي لو بصيت على موبايل بمعالج فئة متوسطة من هتلاقيه في التلات شارات اربعة شارات الموبايل ده يوم ما كان بتسعة تلاف جنيه مع كاميرا اساسية وكاميرا والترايد والان فعلا الادواء ممتازة واخيرا بقى الموبايل اللي انا محتفظ به لحد الان الموبايل اللي انا بسجل على الصوت حاليا هو عشان يا جماعة الناس اللي اللي هتقول لك لا التبقى الموبايل اهو لسه شغال لحد دلوقتي من انجح موبايلات شاومي اللي انت ممكن تكونه معاك دلوقتي ومعتمد عليه ما فيش اي مشكلة بعد مرور اكتر من تلات سنين على صدور الموبايل ده وده لقى ان الموبايل اللي بوقت اللي نزل فيه كان طفرة طفرة بيقدم طفرة فعلا معالج سناب درجل سبعمائة اتنين وتلاتين جي اي بي اس مية وعشرين يارت اسمه متازة جدا ما عندش علاها اي اعتراض الموبايل ده بيقدم تصور فيديو فورك انت متخيل والموبايل ده بقى له بتاع تلات سنين اهو وكان نزل في الفئة الاقتصادية اللي هو اربعة الاف جنيه تقريبا انا كنت افتكر ان انا اه ايامها جبته باربعة الاف او باربعة تلاف ومتين جنيه تقريبا للنسخة الستة مية امين وعشرين اللي كان معاه دلوقتي دي والموبايل ما زال لحد دلوقتي بعد اكتر من وثلاث سنين بقولك ان هو شغال وشغال بكفاءة انا بوصل على المائك عادي وبصور على عادي فهو يعتمد عليه وشغال ما فيوش اي مشكلة خالص وتمان والبطارية على فكرة بعد الموضوع من الوقت ده كله مازالت كويسة ايه مش احسن حاجة ممكن تشحن الموبايل مرتين اكتر من مرتين في اليوم ولكن بوكو اكسس رين نفسي مازال يعتمد على لحد دلوقتي انت متخيل موبايل فيها اقتصادية بقولك او من كنبر مع اكتر من ثلاث سنين والموبايل شغال عادي ما فيوش اي مشكلة ولو في حد فيكم معاه البوكو اكسس رين نفسي معالي اتمنى انك انت تنزل من الخبس موبايلات اللي انا قلتهم دول موبايلات القديمة انزل دلوقتي تكتب لي قول Gene الشغال معاك ولا لا انا قلت لك من وجه اللي خمس موبايلات في عشرين اربعة و وعشرين يستغل ويتحطوا في القيمة بتاعتي الموبايلات ما ينفعش نساءها او يستحيل انساءها وخمس موبايلات تانيين من الموبايلات القديمة لسه فكرها لحد دلوقتي وما انستاهاش انت بقى دورك انك تنزل تحت في تقول لنفسي الحكاية خمس موبايلات هتاخدهم معك من 20-24 مش هتنساهم وخمس موبايلات من السنين اللي فاتت انت لسه فكرهم لحد الان ومنسيتهمشي في تجربتك الشخصية وكالعادة انتظر الفيديو بديد سلامة